اشتركوا في القناة حتى أضحى اليوم واحدا من أفضل حكام القارة السمراء والعالم البداية كانت في 1992 منذ التحاقي كأسادي التربية البدنية بمدينة تيطوان كانت تتصارة على مستوى العصبة كانت البداية كأساة تربية بدنية بداية التحكيم في المدرسة ومن بعد التحقت بالعصبة واستمرت تمايات قريبا ثلاث سنوات من بعد التحقت بالدار البيضاء لتتم مثل مشوار المهنيين في المدرسة العلية الأساسية كأساة تربية بدنية التحقت بعصبة الشاوية حتى تعرف على أناس الذين كانوا عندهم واحد الوقع في المصار المهني بعد ذلك السمرت بعصبة الشاوية والتحقت بعد ذلك كفسيك التبريز بمدينة أقادير وخلقت مدرسة للتحكيم اجتهاد سمير بعقيل وطموحه المتواصل جعل الاتحاد الدولي لكرة السلة يضعونه ضمن الحكام الذين سيديرون مباريات كرة السلة بالألعاب الأولمبيا طوكيو 2020 وع ذلك إلى جانب ثلاثين حكما يعدون الأفضل بالعالم تجربة هي ثانية لسمير بعد الأولى في أولمبياد لندن 2012 أول شيء هو ما يمكن تسوي الحكام كاملين في العالم بينهم الحكام حتى اللي كي حكموا في الأولمبيا تقول لك أنا أعطيني غيء ألعاب أولمبيا وحدة ونحبس التحكيم أولا الخبر أنا بقي عاقل توصلت به في 30 مارس 2020 كانت توقي إلى الساعة ديال الساعة متأخرة من الليل ما مصدقتش لأنه على الاعتبار أنه أنا ماشي أول مرة قدين للألعاب أولمبيا قلت ممكن تكون فرصة أخرى لحد دخور ولكن في الأساس كان عندي إحساس أنه سيكون تكليف مرة أخرى إن شاء الله الألعاب الأولمبيا برنامج تدريبي مكثف سطروا لاتحاذ الدول لكرة السلة قبل الألعاب الأولمبيا للحكام يسار ساميرا بعقيل على تطبيقه بشكل يومي واحترام تفاصيلها الاستعدادات بدأت تقريبا من مارس 2020 ما لغوز ما كان ذلك شيء ديال الكوفيد وتوقفت ولكن كمنا الاستعدادات في المنازل ديالنا من بعد تم إرسال برنامج خاص من تحاد الدولي لكرة السلة البرنامج يتعلق بمجموعة من تدريب ويتم تتبع دياله من خلال نظام معلوماتي دقيق جدا بحيث أنه يتم تتقوم بالحصة تدريبية ديالك وبمجموعة من الضوابط اللي خاصك تبعها ومن بعد كانت تقريبا ثلاثة ديال حصات أسبوعية زائد المقابلة ولكل يكون مسجل عبر الساعة اليدوية اللي باعتينها لك أو عبر الحزام الخاص بدربات القلب القائمون على تنظيم الألعاب الأولمبيا بطوقيو والاتحاد الدولي لكرة السلة في تواصل دائم مع السميرة بعقيلة حيث يتم إطلاعه على البروتوكول الصحي الواجب اتباعه قبل واثناء الألعاب بالنظر لجائحة كورونا التي ترخي بظلالها على ألعاب طوكيو الأولمبيا البروتوكول صعيب وصعيب بزاق لدرجة أننا قد نقول لك يوميا ما بين ثلاثة احتر ربعة ديال الرسائل الإلكترونية اللي فيها مجموعة من توجيهات مجموعة من الأمور اللي خاصة تقوم بها البارح أكثر من ثلاثة ديال ساعات باش يمكن لين نشتغل غير على واحد واحد تطبيق بعتاه اللجنة الأولمبيا دير طوكيو واحد مراقبة مشددة واحد تتبع اليومي كوفيد الآن اليوم كان عندي التاست واقع إلى رقم خمسين اللي وصلت له بالمجموعة ديالة تاست لدات كامل ولكن كان مجموعة من البروتوكول يعني لمشي تيتا ما احترم تيش بوند واحد من ديالبروتوكولات ممكن ترجع لبلاد ديالك توصل طوكيو تعاود ترجع هذا وسيكون سمير باقي سفير التحكيمة المغربية الوحيد في رياضة المتقفين سفير إفريقيا أيضا إلى جانب حكم النيجيري حيث سيكون على عاتقي تمثيل المغرب والقارة الإفريقية أحسن تمثيل سبق لسمير باقي لانقذ عدة مباريات على المستوى الدولي حيث شارك في إدارة مباريات نسختي كاس العالم لكرة السلة بتركيا والصين ناهيك عن مشاركته بألعاب لندن الأولمبية وقيادته لمباريات حاسمة بالقارة الإفريقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر